تحول رقمي شامل لمرفق العدالة بالمغرب وكبسا للثورة الرقمية التي يشهدها العالم المغرب انخرط في سياسة التحول الرقمي عبر مشروع رقمنة الإجراءات القضائية مشروع رامل لإرساء مقاومات المحكمة الرقمية وتحديث الإدارة القضائية لتسهيل ولوج المواطن لمختلف خدماتها إلى جانب تقريب الإدارة القضائية من مهني القضاء والمتقاضين لتمكينهم من الاطلاع على مآلم ملفاتهم وتتبعها في ظرف زمني قياسي وبأقل كلفاء ويعتبر مشروع قانون 27 و21 من أهم مشاريع القوانين الذي طرحته وزارة العدل السنة 2021 ونجد أن هذا المشروع ينص على اعتماد الإدارة الإلكترونية والتدبير الرقمي في كل الإجراءات القضائية أمام المحاكم لا سيمة تقديم الخدمات وعقد الجلسات عن بعد إمكانية التواصل كذلك عن بعد لتيسير إصدار الأحكام القضائية في أجال معقولة في إطار مبادئ الشفافية والتخليق خدمات إلكترونية عديدة عملت وزارة العدل على إنجازها وتطويرها عبر مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل بناية توفر بنية تحتية معلوماتية ملائمة وتواكب الابتكارات التكنولوجية كما تسعى لتدبير مراكز البيانات وقواعد المعطيات إلى جانب تقنين عملية استغلالها والولوج إليها في هذا الإطار قمنا مجموعة من المشاريع المشروع الذي قمناها في سبتمبر كان هو الطلب وأخذ لوكازي جوديسيار سيجيل عدلي سيجيل عدلي يطلب المواطنين ويأخذوا باريميل وستعملنا الإمضاء الإلكتروني وبالتالي المشاريع لدينا استعملنا فيهم الإمضاء الإلكتروني تجربة رائدة وواعدة شهدتها منظومة العدالة بالمغرب كآلية تقنية تندرج في إطار تحديث المرفق القضائية ضمانا لاستمرار المحاكم في القيام بمهامها التستورية وتكريسا للحق في محاكمة عادلة داخل أجل معقولة شكرا